أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعيتها إنسانيا وأمنيا وخلال استقباله سانتور لانسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفحة الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهل القطاع هذا فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السانتور لانسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لإعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السانتور جراهام أشهد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية وأضف المتحدث الرسمي أن السانتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهل القطاع فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي ومؤكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة اشتركوا في القناة